صرح رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني بأن الإيزيديين في العراق تعرضوا إلى وحشية غير مسبوقة بعد أن استهدف تنظيم داعش الإرهاب النساء والأطفال لتحدث بعدها جريمة السبيل التي مثلت مشهدا غابت عنه المروءة والإنسانية والأخلاق وقال السوداني خلال حفل الاستذكار الذي أقيم في بغداد بمناسبة مرور عشرة أعوام على جريمة الإبادة الجماعية للإيزيديين وباقي المكونات العراقية إن اشتياح قرى وبلدات أبناء شعبنا الإيزيديين في محافظة نينوى كشف المؤامرة التي استهدفت التنوع والتعايش السلمي للعراقيين جميعا شارك في الحفل غبطة البطريارك الكاردنال لويس روفايل ساكو وممثلوا المؤسسات الحكومية ورجال الدين وبعض الوزراء والنواب والبعثات الدبلوماسية وجمع حاشد من المواطنين العراقيين وأبناء الرعاية من مختلف الكنائس